اهلا بكم مشاهدين مرة تانية واخر فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد لو كان محور كلامنا النهاردة عن 25 يناير ومرور سنة على ثورتنا المجيدة الثورة الاحتفال امبارح الناس كان فيه ناس لا تحتفل بس هم احتفلوا بالتظاهر لإكمال المطالب ويمكن فيه ناس بدأ الاعتصام والدعوة بكرة لجمعة لمليونية في اطار انه عيش وحرية وعدالة اجتماعية شعار الثورة لم يتحقق حتى الان هل الاعتصام هيكون ورق الضغط لتسريع ما يتمناه الشعب المصري هل ده ممكن يدفع بتسليم الاسكر الحكم قبل 30 يونيو كل ده نتناقش فيه مع ضفنا النهاردة استاذ سامح عبدالله نائب رئيس تحرير الاهرام صباح الخير فانا صباح الخير فانا انتنورنا انا سعيد ان نكون معاكم سامح بعد اذن سياتك التجمع الرهيب اللي حصل مبارح ده في مدان التحرير وفي عدة ميادين في مصر ده معناه ايه؟ التجمع الرهيب ده اللي احنا المدان التحرير تقريبا فيه ممكن كان فوق الاتنين مليون ده معناه ان الناس حاسة بقيمة الثورة وانا عايزة تحتفل بمرور سنة عليها وده حدث مش بسيط ده حدث عظيم جدا ومهم جدا ويغير وجه مصر بدرجة ويغير بدرجات اكبر في خلال الفترة القادمة وان الناس تنزل تشارك ده احساسها بقيمة المكان وان كان الاحتفال زي ما قلت من شوية انه هو كل واحد على طريقته كل واحد شايف الطريقة اللي يحتفل بيها او يحتفي بيها بهذا اليوم العظيم كل واحد فيهم لي وجهة نظر تمام لكن اعتقد انه كثير من اللي موجود في المداني مبارح نقل السلطة من العسكر سريعا حضرتك مع هذا الموضوع انا مع نقل السلطة من العسكر وما اعتقدش ان فيه اي حد يختلف على هذه المسألة بما فيهم العسكر نفسهم هم اللي بيقولوا احنا هنسلم السلطة لا انا بكلم انه سريعا سريعا دي لا سريعا دي انا اشعر معها ببعض القلق او ببعض او مقدرش ااخد القرار الا لما عرف هتتنقل ازاي واشوف الحسابات دي تمشي ازاي وفي تقديري ان كل الاطروحات او كل الافكار اللي جات في هذا الاطار عمل مجلس رئاسي كل دي افكار غير قابلة للتطبيق غير قابلة للتطبيق وقلنا اكتر من مرة هتعمل مجلس رئاسي من عدة اشخاص يبقى منطقلات مختلفة يبقى ازاي حتفقوا على قرار وبعدين ازاي كنت هتعملها من النهاردة رغية انتخابات الرئيسي القادم طيب مين اللي يقول مين اللي يدمن لي ان اللي قاعدين دول مش هيسهلوا امورهم عشان يعاد انتخابهم بعد كده ومين اللي يدمن لي ان الفريق اللي انا مخترتوش ضمن المجلس الرئاسي ده حينزل مدان التحرير بكرة يقولك انا كمان عايز مندوب عني او ممثل لي يكون هناك ومين اللي ولو انا اخدته من طيار واحد ما بيتي الطرف هتزعل فاذا يعني انا مع نقل السلطة ولكن وفقا لقصص منطقية سليمة قانونية دستورية يقبل بها الشعب لان في الاخر خالص في نسبة من الناس هتنتخب شخص وفي نسبة اخرى هتنتخب اخرين وواحد بس اللي هينجح فالالربعين في المية ولا الخمسة واربعين في المية اللي هينتخبوا اشخاص اخرين ازاي يقبلوا بان هذا هو رئيس الجمهورية طيب الاستسر الاغلبية انما فكرة ان انا ادور على حل يعني تلفيقي يعني انا مش لازم افرح بنقل السلطة فقط الفرحة الحقيقية انقلها وده كلنا متفقين عليه لازم تتنقل الاختلاف حولين متى فتتنقل وبشكل راقي وبشكل ممتقي يضمن الاستقرار في الاخر طيب اش سامح غالبية من كانوا في الميدان المبارح رفضوا التعبير نفسه كلمة احدفال كانوا نازلين بيقولوا احنا بنكمل الثورة وده استكمال للثورة لانه اهداف الثورة الرئيسية ما تحققش لغاية دلوقتي ومنها نقل السلطة اللي احنا كنا بنتكلم عليه وتعليقهم على نقل السلطة انا بحاول اتبنى وجهة النظر التانية انه اه لا يعني ممكن يصدر مرسوم اه مرسوم بقانون ممكن حاجات كتير ممكن صلاحات مجلس الشعب زي يعني ما تنقل لها المجلس نقل لها التشريع والرقابة طيب كل ده ممكن يتم وممكن يتم في اطار زمن يقل من كده واعتراضهم على انه مجلس الشورى انه طب ما احنا ممكن يتم الغاء يعني انتخابات مجلس الشورى ويتم عمل انتخابات رئاسة على طول في اهداف تانية كمان للثورة ويمكن اهم الاهداف وهي حقوق الشهداء ومحاكمات محاكمة قتلات الشهداء لم تتحقق حتى الان بالشكل المردي ويمكن كمان محاكمة الرئيس مبارك ومرافعة استاذ فريد ديب كانت مستفزة جدا حالك شايف وجهة النظر دي ازاي والله يعني حضرتك دلوقتي ترحت لنا سبع تمن موضوعات مهمة جدا نفندها واحدة واحدة نفندها واحدة اما ان في بعض انجازات او اهداف الثورة لم تتحقق فانا ارى ان ده امر طبيعي ومش معنى كده ان انا سعيد بذلك يعني امر طبيعي بمعنى ايه الشجرة حضرتك عشان يوصل مستواها لمترين بتاخد مثلا سنة او سنتين عشان تنمو لو انت عدت تغزيها بالسماد وتديها مية كتير وبرضو هتاخد سنتين فيه حاجة فيه امور طبيعية فبعض اهداف الثورة زي مثلا العدالة الاجتماعية العدالة الاجتماعية دي مش حاجة بسيط انا مش بدوس على زرار حضرتك العدالة الاجتماعية بتنزل في المجتمع العدالة الاجتماعية دي يعني تعمل اولا يبقى عندك حاجة عشان تعمل بها عدالة يعني عندك اقتصاد جيد وعندك وبعدين تعمل قوانين علشان تعمل بها هذه العدالة وبعدين تغير مفاهيم وتغير ثقافات وثقافات وده بياخد وقت طويل القضاء على الفقر التعليم القضاء على الفساد قضاء على الفساد ده دي نفوس بشر تلاتين سنة اه 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 او اقل للعشر اتنشر سنة الاخيرة كان مو كان اه يعني ان الشخص يكون فاسدا امر مهم جدا عشان يصل لمناطق معينة ويرتقي لمستويات معينة فبالتالي الكبير بيجيب اللي تحتيه فاسدين واللي تحتيه بيجيب اللي تحتيه فاسدين فانت عندك ثلاث اربع مستويات من الفساد دلوقتي حشيل كل دولار ميهم في الشارع واجيب ناس جديدة طب لو حصل حجيبهم بخبرة منين فاذا اذا افكار والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ديمقراطية دي كمان ثقافة يعني الديمقراطية مش تداول سلطة فقط ديمقراطية يعني احنا وإحنا قاعدين مع بعض ازاي ندير الحوار ونختلف من جر محد يزعم التاني وازاي انت تدير حياتك تدير علاقتك بابنك وتدير علاقتك بالتلميذ اللي معاك اللي انت مدرس عليه في المدرسة وتدير علاقتك بزميلك اللي في الشغل ورئيسك اللي في الشغل ومرؤوسك اللي في الشغل والحزب المعارض والناس اللي مخلفك في العقيدة والناس اللي مخلفك في الرأي السياسي يعني يعني اصدقل الديمقراطية مش هدوس على الزرار المجتمع يبقى ديمقراطي المجتمع لما يبقى ديمقراطي هيجيب لنظام ديمقراطي المجتمع لما يبقى هو نفسه ديمقراطي هيفرز هيعبر عنده في في انتخابات وخلافه يبقى ده اللي انا عايز اقوله فيه امور يجب او يجوز ان انا او في اهداف ممكن ان انا حققها بصورة زي مثلا الحرية وانا اعتقد ان احنا حصل حصل بعض من الحرية في خلال السنة الفاتدية اولا بقى في حرية احزاب اي حد بيعمل حزب الاخوان المحزورة بقت النهاردة هي اللي في مجلس الشعب تمام والناس بتنزل الشارع وبتتكلم وبتشتم في اي حد وبتقول اللي هي عايزها ده قدر من الحرية احنا حققناه انما مثلا العدالة الاجتماعية احققها ازاي في سنة خاصة ان احنا عارفين السنة دي كانت شكلها ايه كل يوم اعتصامات وكل يوم ضرب وكل يوم خناقة واطراف تالتة واطراف تانية يبقى ايزا في موضوع العدالة ده معظم الناس اللي في الشارع بيقولك ليه ما عملناش الحد الادنى والحد الاقصى بترد حضرتك تقول ايه اللي هو في خلال السنة ليه ما تلعناش على الاقل يعني انا شايف بالمناسبة ان العدالة الاجتماعية تتجاوز هذه القضية حتى لو حتى يعني هو ده مسيطر مسيطر على الشعب المصري مسيطر على الناس اللي حاسة ان هي مهضوم حقها مسيطر على الناس ان هي فيه ناس بتاخد حقوق كبيرة جدا وحهمة وحقوقهم صغيرة فليه احنا ما حلناش طب على الاقل طب النقطة دي والله يعني ممكن ممكن قوي يكون ده خطأ 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 من المسئولين خطأ من الحكومة ايه المشكلة يعني يعني نعالجه نعالجه في الفترة اللي جاية بس انا عايز برضو انبه لشيء يوم ما مجلس الشعب انعقد البورسة تفعت 6.5 مليار عظيم تاني يوم لانعقد مجلس الشعب البورسة تفعت تاني 4.5 مليار يعني 11 مليار جنيه في يومين تمام يبقى اذا لاستقرار البورسة دي يعني ايه يعني ثقة يعني استثمار يعني بتفتح ابواب رزق يبقى اذا لاستقرار تمام من الممكن ان يكون احد الطرق القصيارة جدا لتحقيق اهداف الثورة عظيم ده من بره وده حاجة جميلة جدا وطبعا كل ما بيحصل استقرار كل ما الاقتصاد والبورسة في كل مكان بترتفع بما ان حضرتك فتحت موضوع البورسة اه سوريا انا ياسف الموضوع المجلس الشعب انا كل حاجة وكنت عجباني اوفي في مجلس الشعب فترة اللي فاتت دي والجلستين اللي فاتوا دول معادة لا احنا مش عايزين مرأة قطية في الادارة الخاصة او اللجنة الخاصة بتقصي الحقق طيب حاول احضرتك حاجة دي بداية تمام دي بداية لو 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 تتبعنا الخطاب السياسي لكثير من الفئات من اول السورة الآن النهاردة هنلاقي فيه تطور كويس تمام كويس اه فيه اشخاص ده من قبل لما حتى مجلس الشعب يبتدي تمام احنا شايفين خطاب مختلف تمام لا بيتغير بيتطور النهاردة فيه ناس بيتكلم على توافق قبل كده كانت بتكلم عن الحكم لله تمام طبعا الحكم لله احنا كلنا متفقين على دي ولكن مفهومها وتفسيرها مختلف من شخص للتاني ده موجود في القرآن الحكم لله متفقين بس هو كان بيقول الحكم لله معناها انا اللي احكم انا اللي عارف كلام الله انا اللي معبر عن كلام الله يبقى انا اللي احكم به تمام النهاردة بيتكلموا على توافق يبقى هو تنبه لبعض يعني الامور الغير دقيقة اللي كانت موجودة في الكلام وبعد كده قبل كده فيه ناس كانت بتتكلم على ازاي حيتعاملوا مع السياحة وازاي حيتعاملوا مع التمثيل وازاي حيتعاملوا مع الفن بعد شوية ابتدت الامور تختلف تختلف قليلا يبقى اذا لما لما يبقى حضرتك فيه قوضة كده مقفولة وبقالها فترة ما تهوتش ممكن يبقى فيها فيه انواع معينة من الجراثيم والميكروبات تتكاثر مجرد انك بتفتح شباك ويدخل الهواء يغير الهواء هذه الافكار الغير بنائة بتموت فانا انا بنبسط لما افكار زي دي بتطلع لانها بتطلع للهواء او بتطلع للعلن وبيحصل حولها سجال ونقاشات وفي الاخر خالص انا متأكد انها طالما غير سليمة وغير مفيدة وغير صحية بتموت زي مماتة افكار التمثيل وزي ما ماتت اللي عايز يغطيها اللي صقت في الانتخابات انا اتمنى انها تكون ماتت صقت في الانتخابات هذا الشخص صقت في الانتخابات هو ده دليل انه ماتت بمعنى ان الناس لم تقبل به وهو من طيار ديني او طيار يرفع شعرات دينية ولكن انتخبنا اخرين مثله في اماكن اخرى نعم خلينا نرجع لخمسة وعشرين امباريح ونزول الناس لاستكمال الصورة مش للاحتفال زي ما هم بيقولوا وخلينا نرجع لنقطة محددة من النقاط اللي احنا تكلمنا عن تسليم السلطة نقشنا فيه تكلمنا عن نقاط كثيرة لكن من اهم النقاط اللي كان بتطهر امباريح في الميدان هي محاكمات الرئيس السابق ورجال النظام السابق وخصوصا انه مرافعة المحامي الشهير استفزت الكثير من المصريين وحتى منهم رفع بعض القضايا عليه لتشبيهاته اللي شايفين ان هي خارجة عن الحدود حضرتك شايف الجزئية دي الزي خصوصا انه ده مرتبط بدماء الشهداء ومرتبط بالمصابين مرتبط بالطورة كلها كالكل وان احنا بعد سنة لغاية دلوقتي واقفين بنتناقش هل هو خد فيلا بتسعة مليون ولا يعني حتى الفساد اللي هم بتناقش عليه حاجات صغيرة جدا في الجبل تمام طيب انا انا يعني حخرج برا الموضوع ده لمدة خمساشة ثانية وارجع له طيب من المهم اذا كنت انا عاوز فعلا احقق اهداف الثورة ان انا ما بعيدش عن الطريق الاستراتيجي او الخط الاستراتيجي بمعنى ايه الخط الاستراتيجي من وجهة نظريه انا عايز هذا المجتمع يستقر سياسيا و يعني بمعنى ان مؤسساته تستكمل ويبقى فيه مؤسسات شرعية ودستورية و و يبقى عندي رئيس جمهورية و و و ونبدأ نشتغل بجد بعد كده لان هي دي هو ده السبيل الوحيد لتحقيق اهداف الثورة او اي اهداف احنا عايزينها طول ما انت عندك حكومة قعد لمدة ستة شهور طول ما انت عندك دستور لسه ما انت عملش والناس مش عارفة هيبقى شكله ايه طول ما انت ما عندكش رئيس جمهورية وطول ما يعني ومجلس عسكري عمليين ان نقول له لا سلم السلطة طب حسلمها بعد شوية كل هزيه الاجواء لا يمكن ان تنتج فانا كل اللي يهمني دلوقتي ان مؤسسات الدولة تستكمل وننتقل للسلطة وساعتها نبدأ نتكلم نبني ايه وما نبنيش ايه ونبني ازاي في هزي الوقت في هزي الوقت فقط دعا على جانب تعال بقى للمحاكمات واحد قبل بالكلمة للمحاكمات انا نطيف كلمة انه المواطن العادي المكلوم في ابنه او في بنته او في يعني في اصابة احد اولاده او اصابته هو شخصيا بيقف عند جزئية المحاكمات وبتبقى كبيرة جدا عنده لانه محدش يقدر يقلل من اهمية طيب انا برضو مش مختلف بس برضو لازم يعني طبعا يعني نتوجه بكل الشكر والتحية لارواح الشهداء والذين يعني دول اكتر ناس قدموا لهذه الثورة مفيش حاجة اهم من او اكبر مش كده من روحه فبالتالي ده لهم كل التقدير والاحترام وعلى رأسنا من فوق وكل ما يجب ان نفعله لتكريمهم وتكريم اثارهم لا لابد ان نقوم به ده لابد وان يعني ايه نوضحه ولكن يجب ان نتنبه لشيء ان دول الثورة اصلا مقامتش علشان كان فيه شهداء قابليها شهداء دول هما يعني المجتمع اضطر ان يقدمه لانجاح الثورة لتحقيق اهداف اخرى طبعا اضيف اليها هدف دلوقتي وهو شهداء بس انا مش لازم انا برضو بعتبر ان مجرد التركيز على قضايا الشهداء وهي مهم وهي ضرور ولازم نسعي اليها ونجيب والقصاص وكل شيء مجرد التركيز عليها باعتبرها هدف الثورة هو انتقاس من الثورة الحقيقية وانتقاس من الهدف اللي الشهداء دول قدموا حياتهم من اجله هم عايزين المجتمع يتطور انا لازم ادور على ان اطور المجتمع واجيب حقهم انما اللي يقول لك مش هنمشي لما اما القصاص طيب افرض القصاص جيه والمجتمع ما اتطورش يبقى انت خنت الشهيد يبقى انت ضيعت عمره هدر هو بيبقى الرد يا فاندي بالبداية في العدالة يعني انا عارف اللي عايز اقوله ايه دايما انا مش عايز مش عاوزي بقى عندي فكرة واحدة انا عندي عايزي بقى عندي عدة افكار متوازية وانا ماشي فيها مع بعضها العدالة والقصاص والثقر وماشي على عين وعلى راسي بس يجب ان يمشي معاها امور اخرى وهذا لا يقلل من شأن الاول وهذا لا يقلل من شأن حق الشهداء لا لا يقلل من شأنهم على الاطلاق بس انا احترامي للشهيد اساسا هو احترامي للاهداف اللي من اجلها قتل الشهيد او ضحها بروحه وهو ان هذا المجتمع يعيش في الظروف افضل نعم ويبقى عندي ديمقراطية حقيقية ويبقى عندي حرية ويبقى عندي عدالة اجتماعية واقضي على الفساد والولاد يتعلمه صح واللي يروح المستشفى وعلك صح وينما يروح اسم الشرطة يعمل صح وده بناء دولة وبناء الدولة لن يأتي الا بالاستقرار طيب في حاجة تانية قلتها كويسة اللي هو ايه الاستمرار الثورة الناس عالي نزل الثورة اه نزل تنبرح انا مع استمرار الثورة ولكن بمفهومي الخاص اللي هو ايه انت في حاجة مش عجباك اعترد عايز تعتاصم اعتاصم عايز تعمل مزاهرة اعمل مزاهرة بس ما تموتليش ناس ما تدخلش في مواجهات في مواجهات غير منطقية يعني في شباب صغير بالمناسبة بيقولك انا بهاجم برجل الشرطة لانه رجل شرطة يقولك كلهم اوغاد ده واحد قال لي هذا الحوار يعني من الالترس قال لي كلهم اوغاد لازم نواجههم يا ابني ما فيش دولة بتمشي من جهر شرطة في شرطة سيئ وانما جهاز الشرطة ده ضرورة لكل دولة يقولك لا وطرح ما نلاقيهم يعني مثل هذه الافكار السطحية احنا مش محتاجها تسامح نقص لي دقيقة ونص دقيقة ونص دول واحد من اهم الاحبار اللي حصلت في اليومين اللي فاتوا او انبارح معنا اصح هو صباحا اه النساء المشير تنطوي والمجلس العسكري قرر انهاء حالة الطوارئ في مصر ولكن مع زيادة جملة وهو في حالة البلطغية اما ما عدا حالة البلطغية تعليق حضرتك ايه يعني افرد انا شايف انه حاجة يعني اجراء طيب وجيد واحنا منتزنين من زمان بل بالعجز ده ممكن يكون اتأخر شوية ولكن افرد ان مزع على حد حكاية البلطغية دي يا سيدي اصبر لا 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 6 شهور كمان يعني احنا صبرين على 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 الطوارئ ده بقى لنا 50 سنة ولا 60 سنة يعني يعني اللي عايز اقوله الامور يا جماعة لا تتطور فجأة والحاجة اللي تيجي فجأة مش كويسة لازم لازم شوية شوية ونجرب نجرب الفرق ما بين السياسة السؤال ده انا لسه سأله برضو الضيف اللي قبل كده بس عايز اشتسوف وجهة نظر حضرتك الفرق ما بين السياسة وبين الثورة او الثوار او والسياسيين الثوار اكثر نقاءا السياسيين اكتر براجماتية او او نفعية او بيدور على المصلحة بجد بيبص على يعني ممكن عمليين عمليين يعني ممكن انا انا احب كثائر احب ان السلطة تنتقل لمدني بكرة انا سامح عبدالله شخصيا ولكن لما بفكر كسياسي اخشى من ان انتقالها بكرة يعمل لي مشاكل في الشارع فاقول اوزبر كسياسي اوزبر ست شهور احسن ما تاخد خطوة سريعة تعمل لي مشاكل الثائر بيدور في المطلق ومعندوش منع يهد البناء عشان يبنيه على اساس سليم السياسي بيفكر بشكل اكثر ممتقية وبيفكر في في مصالح وممكن يتجاوز في بعض الامور من اجل مصلحة اكبر يعني الثائر يقولك لابد من القصاص من من افسادوا الحياة السياسية انا شخصيا لو بفكر كسياسي اقول الافسادوا الحياة السياسية دول عندهم 30-40 مليار دولار هاتهم وديهم براء كسياسي ليه؟ مش عشان انا يعني ما بحبش العدل لاني بحب البلد وعز الاربعين مليار دول ابني بيهم مصر ومش هستفيد لما انا اسجينه ده رأي الشخصي طيب مش هستجيد اما اسجينه اتقل لك لأ نجيب حقنا لانه هو مثالي اكتر سمح السؤال اخير صغير خالص حلق تعليقه ايه على اولى جلسات مجلس الشعب المنتخب اللي اول مرة ننتخب مجلس الشعب من قبل فرانة بجد احسن مما كنت اتصور وعايز اقول حاجة ما تحملوش الناس اكبر من حجمهم في بعض من اللي داخلوا مجلس الشعب سنة اولى سياسة قبل كده كان ياما بيعمل عمل محزور ياما بيعمل عمل دعوي ياما بيعمل عمل خيري ياما في الميدان بيتخانق او بيعلي صوته او بيتكلم في المطلق اما داخل مجلس الشعب اصبح مسؤول عن اسرة كبيرة اللي افكارها هتتغير واصبر عدة شهور وكل اللي بيتكلم كلام مش عاجبك هتلاقيه اتحسن بعد كده وكل اللي بيتكلم كلام في الهوى هتلاقيه ربطوا بالواقع بعد كده ودول حيبقوا السياسيين الجداد لمصر وان شاء الله يكونوا افضل من السياسيين السابقين اللي ودونا في طريق ادى للثورة وما تبع السيد سامح عبدالله نائب رئيس تحرير الاهرام شكرا جزيلا لحضرتك فاندم ونورتنا عندنا متشك ونتمنى ان حضاك تشرفنا تاني ونتكلم في بعض الاحداث اللي حتيجي قريبا ان شاء الله شكرا جزيلا يا فاند اليوم واي وقت شكرا يا فاند نورتنا مشاهدين دي كانت نهاية فقراتنا في نهارك سعيد النهاردة نشوفكم بكرة مع فريق عمل جديد ودايما نهاركم سعيد سلام